بداية العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة واستمراراً لموقف مصر الحازم تجاه القضية الفلسطينية تمسكت القاهرة بثوابتها الإنسانية والأخلاقية فمنذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها دون قيد أو شرط وقامت بحجد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش كما ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع وتأكيداً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الدور العظيم الذي تقوم به مصر بذلت القاهرة جهوداً دقوبة من أجل دعم أهالي قطاع غزة عن طريق إرسال مساعدات إغاثية لهم في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشونها فبلغت نسبة ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية للقطاع أكثر من ثمانين في المائة من إجمالي المساعدات عدد الشاحنات التي دخلت القطاع من معبر رفح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بلغ نحو 20 ألف شاحنة حملت أكثر من 20 ألف طن من المواد الطبية ونحو 11 ألف طن من الوقود و125 ألف طن من المواد الغذائية و30 ألف طن من المياه و45 ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى وأكثر من ألف طن من الخيام و120 سيارة إسعاف مجهزة فضلاً عن تنفيذ عمليات إسقاط جوية لأطنان من المساعدات وإدخال المصابين إلى مصر للعلاج وإجلاء الرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية من القطاع تنوع أشكال المساعدة الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين شامل توجيه القيادة السياسية بإنشاء مخيم إغاثي للنازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتوازي مع مواصلة السعي من أجل زيادة كميات المساعدات بالقدر المطلوب والمناسب لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة التي يعانون منها منذ السابع من أكتوبر وفي ظل التعنت الإسرائيلية والتباطئ المقصود في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أكدت مصر ضرورة وجود طرف فلسطيني لتسلم المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح حتى في ظل الاتفاق على نقل المساعدات بشكل مؤقت لقطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم